وصية أم حكاية من التراث الفرنسي سيد مادلين لقد أغمي على سيدة فانتين فجأة خذها إلى منزلي حالا هيا ستتحسن صحتك بإذنه تعالى يا فانتين شكرا يا سيدي شكرا لك كيف هي الآن يا دكتور أخبرني لا أمل بالشفاء سيد مادلين سيد مادلين سيدي أرجوك نعم يا فانتين أنا بجوارك أتشعرين بألم؟ كلا لقد أددت الألم إنني أموت أليس كذلك؟ ماذا تقولين لم ترى ابنتك بعد تشجعي تشجعي كوزيت أوصيك بها أمي كوزيت هذه ابنتها التي تعيش بعيدا عنها منذ أن كانت في الثالثة من عمرها لا شك أنها تعيش حياة رغيدة إذ أن أمها ترسل لها كل ما يتيسر لديها من نقود أمي كوزيت إني أسمع صوتها كوزيت تعالي يا ابنتي أنا أمك كوزيت تعالي فانتين كلميني أرجوك أرجوك يا فانتين لا ترحلي لي أرحمك الله يا فانتين سأعتني بكوزيت وأرعاها من كل مكروه وهذا عهد كان مدلين رجلا غنيا يملك مصنعين كبيرين وكان أهل البلدة يعتمدون في كسب معيشتهم على هذين المصنعين مع ذلك لم يعرف التغطرس أو التكبر بل كان على عكس ذلك تماما محبا للفقراء وعطوفا على المساكين والمحتاجين موسيقى 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 لقد قضى في السجن مدة تسعة عشر عاما طويلة بسبب كسرة خبز موسيقى كان له ماض حزين دفعه الفقر إلى سرقة لقمة خبز موسيقى 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 وفي مدينة صغيرة بعيدة قليلا عن باريس كان رجل يدعى شنايدر يدير فندقا بسيطا كان شنايدر غارقا في الديون إذ أن الفندق لا يكفي لسد حاجاته من النقود لذا لم يكن باستطاعته أن يستخدم أحدا وقد اقتصر جميع خدم الفندق على هذه الفتاة التي كانت في الثامنة من العمر وكان على هذه الفتاة الصغيرة أن تقوم بجميع أعمال الفندق ها قد عدت للكسل ثانية معذرة يا سيدتي ألسيت أنك هنا بفعل الرحمة فقط؟ هيا تابع العمل بسرعة أكلسي في الخارج هذا ما يحدث دوما أيتها الكسولة ألم تصل نفقات إقامتها بعد؟ لم يصلني شيء منذ ستة شهور ماذا حدث لتلك المرأة؟ أخبريها بأن ترسل خمسة عشر فرانكا اعتبارا من هذا الشهر فنحن مدينون بألف وخمسمائة فرانك قولي لها بأنك سيت مريضة نعم ها؟ ها؟ لا لا بشاعة ما يفعلونه لقد ظنت فانتين أن ابنتها تعيش حياة سعيدة لذلك لم تتأخر في إرسال كل ما تملكه من أجل ابنتها اليوم عيد ها هي كوزيت كعادتها تشكو من التعب والإحساس وعلى ذلك فعليها أن تحيك بعض الجوارب الصوفية لابنتي العائلة كم كانت تتمنى أن ترتدي هي جوربا صوفيا كنا في العمر ذاته ولكن الفرق كان بينهن كبيرا لقد نفد الماء عليك بكوزيت هيا اذهبي واحضر الماء لم أكمل جورب إباني بعد افعل ما أقوله لك هيا سأذهب غدا أرجوك لا ترغميني على الذهاب الآن الغابة مظلمة وأنا أخاف الظلام أرجوك أرجوك هذا فقدق وكيف لنا أن ندير هذا الفقدق بدون ما أتفهميه كانت كوزيت محقة في تخوفها من الخروج إلى الغابة في الليل فالماء بعيد وسط الغابة الموحشة المظلمة حتى في النهار مساء الخير يا أميرتي ليتني أستطيع أن أضمك إلى صدري ولكني لا أستطيع يجب أن أذهب لأحضر بعض الماء خاطبت كوزيت الدمية في نافذة المخزن خاطبت صديقتها الوحيدة التي يطمئن لها قلبها وتسكن إليها نفسها حسنا سأذهب الآن كانت الغابة باردة مظلمة لا نهاية لها وكانت كوزيت الصغيرة تخافها كثيرا وأخيرا وصلت إلى ينبوع الماء لقد كان الماء باردا كالثلج تماما يا إلهي هذا الدل ثقيل جدا سأحمله عنك هيا بنا من الذي طلب منك إحضار الماء في هذه الساعة؟ ها؟ هل هي أمك يا ترى؟ كلا إنها السيدة شنايدر ها؟ أخبريني ما اسمكي أنا كوزيت قلت كوزيت؟ ابنتي كوزيت قصيتي لك كوزيت ها قد عدت يا أميرتي أميرتك؟ أجل أنا أدعوها هكذا انظر كم هي جميلة ثمنها أربعون فرنكا لا شك أن أحدا في القرية لا يستطيع شراءها إنها صديقة الوحيدة والآن دعني أحمل دل والماء ولماذا؟ كي لا تكشف السيدة شنايدر مساعدتك لي إنها تغضب وسوف تضربني يا سيدي بشدة أين كنت يا من لا تصلحين لي شيء؟ عندنا نزيلون يا سيدتي نزيل حسنا أين هو فليتفضل ها أنا ذا يا سيدتي معك نقود تكلم بأشرين فرنكا اسكت أنت لا تتكلم نحن لن نسمح للفقراء بالنزول هنا تفهم؟ حسنا كم تريدين إذن؟ أربعين فرنكا أربعين فرنكا؟ لا بأس إذن تفضل كانت ثياب مادلين رثة بالية وقد تعمد هذا كي يعرف حقيقة من يتعامل معهم من الناس فقد خبر هذه التجربة عندما كان فقيرا لا يملك شيئا أمي أهلا أهلا يا أحبائي سأجهز لكم طعاما شهيا الآن هيا إلى غرفتكم هيا ماذا يشغل بالك؟ أسرعي هيا وكوسيت أيضا ما هي إلا طفلة وكم كانت تطوق إلى اللعب مع الدمية؟ سيدتي أتسمحين لكوسيت باللعب إذا دفعت لك خمسة فرنكات ثمن هذا الجورب؟ ماذا؟ هل أنت متأكد من ما تقول يا سيدي؟ يمكننا الشراء عشرين زوجا من الجوارب بهذا المبلغ؟ سكت بكل تأكيد يا سيدي نعم لست بحاجة لحياكة الجورب اليوم عيد وما عليك إلا الله واللعب يا كوسيت هيا لم تكت كوسيت تصدق ما سمعت هل ستله بالفعل؟ أحقنا استطيع أن ألعب يا سيدتي؟ طبعا طبعا اذهبي والعبي كما يحلو لكي أنا سعيدة جدا لأنك ستلعبين هيا بهابي والعبي هيا كانت تلك أولى ابتسامة لها منذ مدة طويلة فلم تعرف الحنانة أو العطف منذ أن تركت والدتها وشرعت كوسيت باللعب بقطعة من الخشب متظاهرة أنها دمية حلوة وصديقة مخلصة أمسكت كوسيت بالدمية وضمتها إلى صدرها بسرعة كانت تلك أول دمية حقيقية تلامس صدرها وقد حالت فرحتها الشديدة دون رؤيتها أو سماعها أي شيء كوسيت كيف تجرؤين على أن تلمس دمية فتاة بيديك القدرتين؟ هيا عيديها إليا يتهلص لا تظنين نفسك يا لك من فتاة ناكرة للجميل هاتي هاتي أنت يا من لا تصلحين لشيء أبدا سألقبينك درسا سألقبينك درسا حسنا انتظري وسترين كفا ما شأنك خذي يا كوسيت خذي هدية العيد أهدي لي هذه لك يا عزيزتي من هو هذا الرجل؟ وكيف يعطي هذه المتشردة دمية باهظة الثمن هكذا؟ هذا غريب حقا أكاد أفقن صوابي مع أن ثيابه رثة إلا أنه غني؟ نعم سنبتز منه الكثير يا زوجي أريد أمي يا للفتاة المسكينة ولكن لن يستمر هذا أبدا سنبدأ سويا حياة جديدة منذ الغد هاك فاتورة الحساب خمسة وعشرين فرنكا إنها صحيحة بالمناسبة أريد أن أصطحب كوسيت كي أرعاها بنفسي ما رأيكي؟ هاكوزيت لمانع لدي ولكن ستدفع الكثير طبعا أجل أجل كنا نرعاها بدافع الرأفة والشفقة فأمها إزالة فاشلة ولم ترسل لنا شيئا من النقود يا لكم مشريرين لقد دفعت لكم فانتين كل ما تملك وكم تريداني مقابل ذلك؟ أخبراني عندها خطر ببالهما مبلغ 1500 فرنك وظنى أن ذلك مبلغ كبير 1500 فرنك يا سيدي أتفهم؟ هسنا أحضر كوزيت هس kidding تعالي يا كوزيت تعالي يا صغيرة تعالي ستذهبين مايا كوزيت تعالي إلى هنا هيا تعالي هيا سيدي والآن ارتدي هذه الثياب انك جميلة جدا يا كوسيت مع السلامة اي توقف ماذا تريد ايضا ماذا تريد ايضا اذا اردت كوسيت فعليك ان تدفع ثلاثة الاف فرأنك كله ماذا تقول ان فانتين مدينة لك بخمسة وثلاثين فرأنك ولكني دفعت لك الفا وخمسمائة فرأنك ماذا تريد اعيتلي يا كوسيت طالما انك لا تريد تدفع فنحن نحبها كثيرا ولن نتخلى عنها كلا لن افعل ذلك ولن ادفع لك شيئا ايها الشرير ابتعد هااا حسنا امتعد احمد احمد سأطلق النار إياك ان تقتل الأكثر هاااا احمد cease انا اعني معكود سأطلق النار وأخيرا انفجر الغضب الكامن في صدر مدلين منذ سنين أنت ايها التشág أيها! سيدي! أيها فينا! هيا بنا يا عزيزتي وهكذا ارتبط مصير كل منهما بالآخر فقد عاشا ظروفا واحدة مماثلة وكانت فرحتهما ببعضهما كبيرة جدا وقد ترتب عليهما الحفاظ على هذه الفرحة إلى الأبد بغض النظر عما يخبئه لهما المستقبل الغامض